ولكن هناك كلام مهم في الغربال في الغربال إزبق الأهلي لكن ما تشنكلهوش الدنيا كلام واضح هنقول لكم بعض المحتوى اللي نشر على الأهلي اليومين اللي فاتوا ومن خلاله هتشوفوا الدنيا ماشي هزاي الأهلي يغري لعبيب 12 مليون جنيه لحسم الدرع في الست جوالات المقبلة لكن بعد التخط المصري بثنائية فيلر بيقول لك من ينتظر فوز الأهلي باستمرار عليه لعب البلايستيشن وعنوان آخر إعادة نظر في الأهلي الإدارة تطالب الخواجة بالتراجع عن المهاجم الصوبر والتخطيط تحتفل مع باجي وكمان الأهلي يقترب من مهاجم أفريقي صوبر بعد ما تراجع وتجبيد مفاوضات تراوري وبعد كده الأهلي يتراجع عن الإطاحة بالسنغالي اليوباجي هو يعني كان فكر في الإطاحة حاجة غريبة جدا والأهلي يرمم صفوفه استعدادا للموسم القادم الكعب المغربي محمد إبراهيم كريم فؤاد على رادار فيرة والأهلي يدرس تجاهل رغبة فيلر ما هو كده لسه على راداره الأهلي بيدرس تجاهل مش هنبص الفيلر واللي عايزه واتجاه في المجلس بعودة أزاره وصلاح لكن برضو الأهلي يجهز الكروت الحمراء ست لعبين خارج الأحمر بقرار الإدارة ورصاصات الرحمة ثمن الاتصالات السرية والإعلام بعد أفريقيا وأيضا الأهلي يفاوض كريم طارق ويبدأ تمديد عقد السلية ثلاث مواسم واللعب يغيب عشرين يوما بسبب الإصابة وكمان عن الإصابة بانضمام السلية ومعلوم للقائمة الإصابات لعنة في الأهلي وعنوان تاني فايلر بقى بيهاجم مين بيهاجم معلول وأجياء وديانج وبيهددهم بالاستبعاد من تشكيل الأهلي بس تاني يوم في موارات المصري كان معلول وأجياء أساسيين وقاله ديانج كان مقوف علشان الانذارين أو الطرد حاجات كتيرة نقف عندها باشواندس لبعض الوقت اشتركوا في القناة